السلام عليكم إن شاء الله هنكمل مراجعة على منهج فيزياء أول سنوي الترمئ الأول من خلال نمازج مجمعينها من كتاب الامتحان وكتاب الوافي اللي عايز يشوف النمازج اللي فاتت بيتابعها من خلال قائمة المراجعة للفصف الأول السنوي الترمئ أول إحنا فيه النموذج رقم 6 السؤال بيقول الرسم البياني المقابل يوضح حركة سيارة بعجلة منتظمة فتكون سرعتها بعد 100 متر بسوي طيب عايز سرعتها بعد يعني عايز ال VF ومعي معلومات مسافة 100 متر طيب كلمة سرعة منتظمة يعني مصرح لها استخدام أي معادلة من معادلات الحركة معادلات الحركة بتبس في الجسم بيتحرك بعجلة منتظمة طيب إيه اللي ممكن أستفاد من الرسم البياني به عشان أقدر أحل المسألة وأجيب البيان تمام يبقى حنا هنحاول نبص كده هنلاقي معنا المحاول بين السرعة والزمن وبالتالي الميل هنا العجلة فأنا هجيب العجلة اللي هو الميل عن طريق فرق الصدوات على فرق السينات وقدم بدأ من نقطة الأصف وممكن أخذ نقطة على نقطة عن 80 على 8 يبقى 10 متر على الثانية تربيع أنا كده عرفته قيمة العجلة وفي نفس الوقت عشان بدأ من نقطة الأصف السرعة الابتدائية بصفر ال-V-I بصفر خلاص كده ممكن أستخدم المعادلة التالتة هقول VF تربيع بساوي VF تربيع زائد 2A ال-VF تربيع طبعا مجهولة ال-V-I هنبدأ من صفر يبقى مش هكتبها هبدأ بالتعويض بالتنين والعجلة بعشرة والمسافة مية يعني الناتج ألفين طيب أنا عايزة ال-VF أخذ الجزر يبقى عندك عشرين جزر خمسة هي دي الإجابة الصحيحة هي دي سرعة نائية يبقى عشرين جزر خمسة يبقى بعده بدأ جسم حركته من السكون يبقى أنت عندك كده ال-V-I بصفر بعجلة منتظمة يبقى أنت من حقك تستخدم معادلة من المعادلات التالتة فكانت سرعته المتوسطة السرعة المتوسطة عشرة متر على الثانية خلال زمن قد روتين تمام هذه كده حالة فعايز بقى حالة تانية سرعته المتوسطة بس بشرط يكون الزمن اتنين تي تمام تعالوا نشوف الأول الموضوع ده الحالة الأولى اللي ممكن أستفاد منه أنا معايا السرعة المتوسطة فلو حبيت أعوض في معادلة من المعادلات التالتة ما فيهي السرعة متوسطة بس أنا ممكن أجيب من السرعة المتوسطة حاجتين السرعة النهائية والعجلة ودي حاجات مهمة جداً هتساعدني في إيجاد المطلوب اللي في المسألة طيب أنا عندي السرعة المتوسطة هساوي VF زائد VI على 2 أدام قال لي عجلة منتظمة السرعة المتوسطة بعشرة والVF عندي مجهولة والVI بسفر مش هكتبها على 2 يبقى أنت عندك VF بساوي 20 متر على السنية أنا عرفت قيمة VF طيب أنا ممكن من نفس المعلومات اللي عندي هنا لسه مروحتش على المرحلة التانية لنفس المعلومات دي أو الحالة التانية أقصد أقدر أجيب العجلة إزاي؟ هقول عندي VF بساوي VI زائد AT تعالوا نعود VF 20 و VI عندي بسفر يبقى العجلة مجهولة و الزمن عندي T يبقى العجلة عرفتها بكام 20 على T العجلة دي عجلة منتظمة يعني عجلة سبتة فبالتالي هقدر أستخدمها هنا يبقى في الزمن لما يتغير من T إلى 2T مش هقدر أستخدم السرعة النهائية دي لكن أقدر أستخدم العجلة لأنها عجلة سبتة طب تمام تعالوا بقى يبقى هنا عندي من الزمن في الحالة التانية T2 عبارة عن 2T والعجلة 20 على T أقدر أجيب من هنا VF خصوصا أن الجسم بدأ من السكون يعني VI بسفر فهقول VF بساوي VI زائد AT VF عندي عشان إحنا نعرف نجيبها هنقول VI بسفر والعجلة بعشرين على T والزمن هنا باتنين T دي هتطير معادي يبقى VF بساوي 40 متر عسان لما أنا جبت VF هقدر أجيب السرعة المتوسطة هقول VF زائد VI على 2F VF جبتها ب40 والVI بسفر على 2 يبقى في إحدى مباراة كرة السلة كانت أقصى قفزة لأعلى سجلها لاعب هي 1.25 فعايز زمن التحليق يبقى هو مديني أقصى ارتفاع ال-H عبارة عن 1.25 من وطالب مني زمن التحليق زمن التحليق ده الزمن كل اللي هو عبارة عن 2 من T صغيرة والT صغيرة دي عبارة عن VIY على G G موجودة لكن VIY مش موجودة فحاول أجيبها من المعلومة الأولى قانون ال-H في المغذفات بزاوية سالب VIY تربيع على 2G تمام طب إحنا عايزين نعوض هنا بـ 1.25 من 100 وهنا VIY مش عارفينها VIY تربيع مش عارفينها وهنا 2 في سالب 10 السالب هيروح مع السالب يبقى 2 في 10 يبقى أنت عندك VIY تربيع بالساوي 1.25 في 20 يعني بالساوي 25 متر تربيع على الثانية تربيع لأن دي متربعة تمام طيب في الحالة دي هيبقى VIY بس الوحدة هناخد الجزر بـ 5 متر عصن يبقى أنا عرفت كده قيمة VIY هتنفعني هنا لما أجي أجيب زمن التحليق هقول عندي A V ال 2 وهي طبعا سالب وهنا VIY عرفتها بـ 5 الجزر عوض عنها بسالب 10 السالب هيروح مع السالب 2 في 5 بـ 10 العشرة بـ 1 سانية يبقى زمن التحليق سانية واحدة سؤال بعد القوة التي تميل على الأفقي بزاوية سيتا تكون مركبتها الأفقية FX أكبر مركبتها الرأسية FY إذا كان محور X ودي الرأسي محور Y القوة بقى هتكون موجودة فين القوة ممكن تكون موجودة في الوسط لو FX بساوي ال FY طب لو كانت ال FX زمن هو بيقول أكبر ال FX أكبر من FY يبساعتها المحصلة بتميل ناحية الكبيرة أكتر يعني المحصلة ال F total هتقرب من الأكبر هتقرب من ال FX وبالتالي دي زاوية اللي بتميل بيها المحصلة على الأفق واضح إنها زاوية أقل من دي يعني مش في النص مش 45 لا هي هتبأ أقل من 45 فهتبأ الإجابة الصحيحة النسيتة دي هتبأ أقل من 45 فهتبأ الإجابة الصحيحة رقم البعده شكل بياني يمثل القانون الأول هو المفروض القانون الأول بيتكلم على نص القانون الأول إن يظل الجسم على حاله الحال ده اتوصف بطريقتين يأما من سكون يأما متحرك بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة محصرة القانون الأول عايز يقولك إن ما فيش قوة وإن الجسم الساكن هيظل ساكن والجسم ممكن يدن متحرك بس بس سرعة منتظمة فين الرسمة اللي بتوضح السكون يعني ما فيش حركة أصلا أو توضح إن السرعة سبتة هنا بيقولي إن السرعة بتزيد سرعة بتزيد يبقى ده مش القانون اللي إحنا اتفقنا عليه إحنا عايزين السرعة سبتة سرعة منتظمة وهنا السرعة بتزيد هنا بتزيد مش بانتظام أما هنا الزيادة بانتظام هنا السرعة بتقل طيب اموال دال هنا السرعة سبتة يبقى هنا الجسم متحرك بسرعة والسرعة دي حافز عليها إذن هو ده بيخضع لقانون الأول نيوتن يبقى الاختيار الصحي هيبقى رقم دي تحركت سيارة بعجلة منتظمة لتزداد سرعتها سرعتها زيادت في إف تسع أمثال سرعتها الابتدائية الجملة دي معناها يبقى لتزداد سرعتها يعني إلى تسع أمثال سرعتها الابتدائية يعني في إف تسع في آل خلال أربع ثواني والزمن أربع ثواني فعايز القيمة العددية للعجلة بدلالة السرعة الابتدائية تمام هنكتب المعادلة الأولى الفي إف بساوي في آي زائد الأي تي هعوض عن الفي إف بتسع في آي واسيب الفي آي زي ما هي زائد أي تي هوادر في آي النحية دي يبقى تسع في آي شين منها واحدة يبقى تمانية في آي بساوي اي في تي طيب قادي تمانية في آي وي الإي عندي مجهولة بس الزمن قمته أربع يبقى أربعة مضروبة في الإي يبقى العجلة هتساوي تمانية في آي على أربعة يعني العجلة هتساوي اتنين في آي يبقى أنا عرفت قيمة العجلة بدلالة السرعة الابتدائية يبقى العجلة هتساوي ضعف السرعة الابتدائية يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم وبعده إذا كانت كتلة جسم عبارة عن عشرة زائد ناقص نصف كيلوجرام والسرعة أربعة زائد ناقص أربعة من مية متر عثانية فعايز كمية التحرك كمية التحرك بتيجي عن طريق ضرب الام في الفي وبالتالي زي بحسب الخطأ في القياس المطلق والنسبي لما يكون المسألة ضرب أول حاجة بحقق ضرب الحقيقي عن طريق ضرب الام الحقيقية في الفي الحقيقي لما يكتب لي كده إن الام عبارة عن عشرة زائد ناقص نص افهم إن الرقم الأولاني ده عبارة عن القيمة الحقيقية الام والنص ده عبارة عن الدلتة ام يعني الخطأ المطلق في ام ولما يكتب لي السرعة بالشكل ده أربعة زائد ناقص أربعة من مية تفهم ان الاربعة دي هي القيمة الحقيقية للسرعة والاربعة منية الدلتة او الخطأ المطلق في السرعة فاحنا اول حاجة هنضرب القيم الحقيقية ببعضها يعني عشرة في اربعة بربعين ادي اول خطوة الخطوة التانية هجمع الاخطاء النسبية ادم دي مسألة ضرب فالخطوة التانية بجمع الاخطاء النسبية بقول ده على ده زائد ده على ده يبقى هقول عرق كلية عباره عن نص على عشر زائد أربعة من مية على ربعة هيطلع الناتج ستة من مية اخر خطوة بجيب الدلتة اكس كلية عن طريق ضرب اتنين في واحد يعني ستة من مية في اربعين ليه بنقول كده عشان انت عندك الارب الساوي دلتة اكس على اكس نوت انت جبت الار والاكس نوت عشان تجيب الدلتة اكس يبقى لازم تضرب ديف دي طيب هتضرب ستة من مية في الا اربعين هيطلع معاك الناتج 2.4 من 10 لما تيجي تعبر بتعبر بالحقيقي والمطلق فهتقول ان كمية التحرك بالساوي الحقيقي لها اللي هو 40 زائد ناقص المطلق اللي طلع في اخر خطوة 2.4 من 10 هي دي الاجابة الصح وقال لي بعد كذفة جسم بزاوية ميل سيتا على الافقي بسرعة ابتدائية في اي فكانت في اي اكس بالساوي في اي 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 بالساوي 20 ادام في اي 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 بالساوي في اي اكس ب45 ليه لان انت عندك في اي اكس بعبارة عن في اي كوزين سيتا دي مين دي في اي اكس والفي اي واي بعبارة عن في اي صين سيتا ازاي دول يساوي بعض وانت مستحيل الكوزين سيتا تساوي الصين سيتا الا في حالة واحدة لو كانت السيتا دي ب45 يبه هنا الزاوية 45 طب عايز يعرف قيمة في اي اي تعالوا نعوض في اي واحدة من دول بالعشرين يعني انت عندك في اي اي اكس بعشرين والعشرين دي عبارة عن في اي كوزين سيتا كوزين سيتا الهي كوزين من سيتا اللي احنا عرفناها 45 طب انا عايزة في اي يبه في اي هتساوي 20 على كوزين 45 هيطلع معاك قيمة في اي ب20 جزر 5 يعني 20 جزر 2 اسفل 20 جزر 2 فتبه الإجابة الصحيحة ان السيتا هتبقى 45 وان في اي هتبقى عبارة عن 20 جزر 2 السؤال الاخير الشكل بياني المقابل يوضح تغير الإزاحة بمرور الزمن عند رسمها بنفس مقياس الرسم بجسمين اي و بي بدأ حركتهم من السكون فعايز النسبة بين السرعة الجسمين السرعة A لي B يعني هو طالب مني ان انا اجيب نسبة بين ال V A على ال V B تعالوا نبص على رسم بياني وإيه اللي ممكن يقدمه من خدمات ساعدني في حل المطلوب أولا ان عندي المحاور إزاحة وزمن وبالتالي ميل الخط هو السرعة فأنا لو جبت ميل A يبالى بعبر عن سرعة A ولو أسمت ميل A على ميل B يبالى بعبر كده عن سرعة A على سرعة B تمام تعالوا نجيب الميل الميل ينفع يبقى تاني الزاوية A بتميل على الافقي بزاوية كام 15 و 30 يبقى 45 يبقى انت عندك هنا تان 45 أما بالنسبة لB هتبقى تاني A B بيميل على الافقي بزاوية 30 هيتلعي الناتج جزر 3 هي دي الاجابة الصحيحة